أعلن حزب الله اللبناني الاشتباق مع جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه بلدة مارون الرأس كما فجر ثلاث عبوات ناسفة بالقوات الإسرائيلية لدى محاولتهم التسلل باتجاه مارون الرأس وأوقعهم بين قتيل وجريه أعلن حزب الله في بيانات منفصلة قيامه باستهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في محيط موقع البغدادي بدفعة صاروخية كبيرة وقصف القاعدة نفح فضلا عن استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في محيط أفييف وقاعدة كاتريم